قميلة وأنا قميلة بيبي تطول تهجم تلك من يوه يلو بيزا عادة بيزا عادة دخلت بردو؟ اه مش مش الله عادل أنت مش حوايدينك أنك تيجي بادري كده وكمان جاي برمزي معك والله أنا قلت يعني أكفقه ويجي يتغدى معانا النهاردة في البيت لأنه صراحة ما كسرش غير تمثالين بس وبدل ما يقعد في البازار ويقعد يأكل في التماثيل بيفتكرهم عروسة حلاوة ربنا نخليك يا دولة رب وبعدين يا دولة ما انت باحبح المهيه بتاعت شوية يا عم عدولة عدولة صفت كميلة كميلة ده بيبيز انا انا خالص ايه ده؟ ده حاجة صحي ايه ده؟ ده كلبي عادل كلب ايوه انا عارف انه كلبه وانا قلت انه هو قطة ايه اللي جابه هنا ده؟ يا حبيبي ده سوني سوني عادل سوني عاشت الاسامة يا سي سوني وانا عادل يعني ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دولة دولة هو الكلب ده وانا بحقه حقيه ولا بلاستيك؟ بلاستيك؟ ده كلب بوليسي انا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقة يا دولة لا ما تهدهش انت بصوت الكلاش مع ايه حاجة فالص لانه هو بالنسبة لك يعتبر زميلا عايزة فهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا؟ بص يا بيبي ايه ده بصة كده؟ انا حفاهمة كل الحكاية عشان انا عارفة كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديث بص بقى انا وانا قاعدة عند الكوفير قابلتي يا امامي صاحبتي باكينام انت عارفاها طبعا يا حبيبتي كي بقى فخور اللي فزيعة دي اللي هي الريتش دي اه 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 دي بقى كانت عايزة ايه تسافر عند بنت خلتها مالتا طاعد هناك شوية كتير جدا شعاويل دي ليس راجة من اسطنبول ايه يا امامي انت فاكت انها زيينة قاعدة طول النهار كده في البيت لقى دي رايحة جاية السفر تهاراته بتاع المهمة يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفة هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر اه فعرضت عليك بقى انت تتخلي الكلب بتاعها عندك يعني عمري عمري استحالة دي احسن انت بتها رجل ايه عادة عمري ايه اللي حاصل يعني انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا برافو عليك يا رورو يا رورو يا رورو ماما ماما انا عايزة لعب مع الكلب وانا دولة عايزة اخد الكلب ده وانا واربطه واجربه في الشرعة دولة وانا بقولك ايه رانيا بس يا لانت وهيه رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحته الكلب ده اخده يسربيه لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيلا متأصل ومن اصول عريكة من اصول عريكة ايه يعني جده لك باشا انت متحرج لعاد الولاياته مش عارب ده اصوله عاملة ازاي ده اصوله انجليزية فرنساوية ايطالية انا ماليش جعب الاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده اهم حاجة ما يعديش انا بقى حدودي الاخليمية في البيت اغسى عليك يا عابي لا اغسى عليك اغسى عليك اغسى عليك يا عاد الحرام عليك انت ايه ما سمعتش عن جمية الرفق بالحيوان ازاي ما سمعتش اما الحيوان ده اللي انا برعاه بقى لي خمس مواسم لغاية دلوقتي اعمل فيه ايه رمزي زفتي ده يا ربني خليك يا دولة رب وبعدين يا عاد الحرام عليك انا مقدرش انزل الكلب ده في الشرع الاحسان انا انا خايفة عليها تشرد ومستقبله وزيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع مقابش يعني هيعمل ايه يعني هيشم كله ولا يسرع عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني ايه انت بتكلم عنه يا ابني ده بيأكل كل يوم شركسية شركسية بقى لاش اوفر بقى شركسيت هي يا ماما ده اساسا عمره مداء اللحمة ولا عدت من قدام نخيره خلص خلص يا عادل خلص ده واضح ان انا مضطرة استغني عن المية جنيه اللي كانت هتطلعلي من الكلب كل يوم مية جنيه؟ هم اصلا وبقدكيش يا مامي ساحبته اداتني الف جنيه على اساس ان انا اسرف على الكلب كل يوم مية جنيه بس انا طبعا بنظرتي المصروفية اللي هي المحافظة قلت ان انا حصرف عليه خمسين جنيه بس والخمسين جنيه حسبها المصروفاتي الشخصية رانيا لمصروفات البيت يا مامي اه انت عارفها زمان كان نفسي يبقى عندي كلب بس كان عندنا البيت صغير يعني بصمح بكلاب اه والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض وكلب الابيض ينفع في اليوم نسود ايه ده انت جايب الكلب هنا هو ايه يعني ما كفكيش تولي اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي ايه 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 شوفي لو سمحتيه شوفي هأينام فين هنا هينام هنا فين فوستينا يابي فوستينا ده زічانت ياسمين بنتونا عمرها منامت فوستينا هتنام كلبه فوستينا سارلك يا عادل ده سوني 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 ايه سوني 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 إيه؟ بنقتي يعني لا طبعا مش بنقتي اه طبعا عشان اختك لسا ما خليفتش عندي ايه ا versatile لا انا بتكلم بجد بجد الكلب ازاي هأي نام فوستينا bitter هلا معقولة يعني يا انها والأمن الأمن والأمن ده ممكن يحصون في أي حتة لعلمك لو نام في البلكونة هيتسلى جامد عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحط أو أقولك ممكن ننيمه في الصندارق عنده فران بالهابل هيقعد يلعب معهم وهو قد الفار أساساً مقدرش يا عادل مقدرش مقدرش يا حبيبي ده أمانة 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 عليكي أنا عايزة نام كده يا عادل أوكي طالما انت عايز كده بقى ومسر وملح بقى رجع الفلوس اللي خدتها فيه مقابل إنك ترعاه ذلك المسكين الحيوان لا ده الحيوان ده لطيف جداً ده أنا بحبه جداً يا سوني 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 يلا إيش شبا جوجو إيش إيه بلع ده إيه بلع أهو إيه 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 تامري تامري بسق الجمل يا دولي علشان الدنيا حر بتسق الجمل لي خرب بيتك مش كفية التماثيل اللي بتبوزها كمان بتبوز الجمل يا ابني الجمل ده سفينة الصحراء يعني ما بتشربش مياه خالص إيه ده دولة؟ إيه ده الكلب ده؟ دولة هو الكلب ده اللي أنا شفته عندك مبارح في البيت؟ لا يا سيدي هو رانيا قصرت إن أنا قاعده عندنا إسبوع فجبته بقى آه شخصيتك الضعيفة دايماً موجودة في كل حتة يا دولة يا دولة رانيا تقولك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر التالت؟ انت أي حصة جاي فيها وخلاص؟ بص المهم يا سيدي عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البزار لا يا دولة بص يا عم إحنا الأرفوف عندنا كلها زحمة يا عم والدنيا حر والتمثيل مش طيقة بعض أصف وإنت فكرك إن أنا هحط الكلب ده على الأرفوف يا غبي يا غبي عايزين نعلقه في حتة يعني آه إيه رأيك يا دولة إحنا نعلقه هنا هو مطرح الطابلة دي شنوقوا بقى مكان الطابلة؟ لا 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 بص أقولك حاجة تخليه على المكتب زى ما هو قاعدة قال لي يا دولة يعني وإنت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دون هنا هو عندنا في البزار؟ آه خليه في البزار إيه المشكلة؟ دولة مش إنت مبارح قلتلي إن الكلب دون يعني بوليسي؟ آه طبعا بوليسي بس هو إنت عارف بوليسي متنكر يعني عامل نفسه كلب صغير زي أنا تقول كده إيه كلبه بوليسي سري؟ طب يا دولة بقى خليه بقى يعني وصيه علي علشان أنا لسه ما طلعتش بطاقة؟ لا هخليه أخذ باله منك بس أهم حاجة إنت كمان تخذ بالك منه شوفه محتاج إيه يعني نفس له أوامره؟ أنا يا دولة تمام يا فندم تمام؟ دولة هو هيعمل إيه بقى هنا بالزبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البزار عادي جدا يعني إنت هتحرص البزار طول الليل وهو يحرص البزار طول النهار؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيش معناه يعني أنا إلي أحرص البزار بالليل؟ لأن هو كلب صغير يا ابني ده يا مفعش يحرص بالليل يا ابني بص ده هو نيم بالنهار أساسينا هننصح بالليل بالعافية أوه فهمتك فهمتك دولة باين عليك ده هو المقتنع بالكلم أولا يا رامسي إنت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا إيه؟ إنت سمعتني؟ كربيتك ما بص بقى دولة بصراحة يعني انا الكلب ده وان جاي بقى كده وان على قطعيش يا عام يا عام قطعيشك ايه بس يا رمز واي كلام بتقوله يا دي يا رمز انت غالي عندي انت بميك كلبي يا لأ بنا اخليك ليه يا دولة يا رب هاو هاو كده هاو 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 سنسن يا سنسن يا حبيبتي اسحى بقى والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده اه كون عملتله ايه يعني بالعكس ده بيأكل ثلاث واجبات في اليوم الوضع رمزي ما باكلهمش يعني لا ما فعلا واضح انت مهتم بيه وبتأكله حرام عليك يا مفتري ده عنده انت واق نفسي سايكولوجي وحالته النفسية متدهورة ده مكتئب جرأي يا ست انت يعني عايزان يعمل ايه يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك ده حاجة غريبة واللهي اتكلم اللي انت بتقولي ده يا ماما عامل ايه للكلبي مش رادي يأكل انا قلت من الاول مود ومش مظبوط مود ومش مظبوط اعمل له ايه يعني وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجة بيأكله بيشربه بيحميه وكل حاجة لا انا مصدقاك ايه ما هو واضح ان هو خباله منه وبيأكله ده مش بعيد يكون بيأكله حرام عليك انا مش عارفة فيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحالة المزدرية دي هتقول علينا عملنا ايه عملنا ايه يعني اعمل ايه اعمل ايه انا مش فاهم يعني كفاية او ان انا مهتم بيه وبأكله وبشربه كفاية منظري بس قدام المعلمين بتوع البزارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونك حمرة شكلي وعش لا واللهي اتقد الكلام اللي بتقول ده اوكي اعتبر الاتفاق انتهى هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدته قبل كده واعتبر ان الالف جنيتي خلاص بح بح ايه يا راني ايه يا راني ايه هنعد ببعد ولا ايه واللهي بقى انت اللي بدأت انه بقى يا استاذ عادي اشرب بقى ازاك عمدولي ازاك حتة صباح عم رمزة الحمد لله ازاك دولي ايه اللي جابك هنا يا عادة يا رمزة يا رمزة ياه يا دولة زهقت يا عم من قعدة بقى البزار فقلت بقى اجاعد في القهوة شوية ولا يعني الكلب دوان احسن مني يعني انت هتزوق الكلب ولا ايه انت بتغير منه ولا ايه دا رمزة بس يا دولة يعني الكلب دون مش احسن مني في حاجة يعني انت ما انا بحرس البزار زي وبالذات هدولة لا مش زي وبالذات فهو بيحرس البزار بس انت بتحرس البزار وبتكسر التماثيل ايه وبتكسره عشان بفك النحصة هي ما بتبقاش عايزة تتباق انا انا مش فاهم انت جاي تهب بي عايزة عايزة ولا حتة امورنا معلم رمزة ولا سمحت عايز كبات شاي تاني يعني على حساب دولة حبيبي انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي اه اديك قلت اهو بتاعي يعني انا لسه ما طلطتش حاجة يا سلام اه فضله بشا شكرا انا لحيت هاته حيت ايه ده ايه ده انت هتاخد الشاي بتاعي بتاعك ايه يا لا الشاي ده بتاع انا يا لا بقى بس بس مش عايز اي دوش اه لما وزه بشا البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراوية حلبة ينسون شوات عصير عظم ههه ولوا بشا بيشتغل بالحجارة ده ولا مش بالاكل ولا ايه يا زريف ده كلب زميلك ده ايه ده دولة؟ ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي بص ده اصلا كان قطة واخد بالك بس عمل عمليت تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده فبقى دلوقتي كلبي يعني ما شاء الله يا أترين يا دولة كلما اضرابو ويوعد ناو ناو فيه يا HERE ام الى اي 해� بي ثابت للين وبعدينорот لبس اللبس بتاعه الا أني ادلا؟ لا يدولة ده اللبس اطاعة دولة يا الغيه ابقى عنك بتحب الكلب ده وأصيص عادي طبعا لازم احبه ده برضو يروح يعني طبع باشة طالما يغالى عندك اوكي ده jet ده متعالجه علجه Exec يعني Давайтеعالجه فيه اودىيه للدكتور نفساني وأودىيه الدكتور مجد الديل ناو ناو ده وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي راسم الكلاب ولا ايه لا دول ده اللبس بتاعه دول ياه باين عليك بتحب الكلب ده واقصة عادي اه طبعا لازم احبه يعني ده برضو الروح يعني طبعا باشا طالما يعني يغالي عندك او كده ما تعالجه تعالجه ازاي يعني عالجه فيه اوديه لدكتور نفساني وديه لدكتور مجد الديل ايه مجد الديل ده يعني مادام ديل يبقى اكيد دي عليك حيوانات يعني ايه ده ايه ده ايه ده طبعا انا وانا صغيرة دول عضيني كلب عادي يعني اكيد طبعا الكلب خد واحد وعشرين حوقنا ايه ده دول انت احرافك يا ابن ما انا عارف ما دي امراض بتنقل الكلاب المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده اه طبعا باشا معاي طيب حلوة ايه 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 هتعمل ايه هتدلق الماء عالكلب لا اسي كانت هتقع هتتقع هدخل بس 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 ايه دكتور اهلا وسهلا احب عرفك بنفسي انا الدكتور ماجدي ديل اخصائي في علاج الكلاب اللي لوي الجرفون ماجستير في علاج كلاب الصيد دكتوراه في علاج كلاب الحراسة وزميل كلية الكلب البوليزي وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر ها 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 اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك اجب ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني ها 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 حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة ملزمة في علاج كل انواع الكلاب الاليفة يا سلام طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا ان شاء الله معك روشتة اه اتفضل هي يا حضرتك اه كشف باسم الكلب سوني خير بيشتكي من ايه ده لا دكتور مش ده العيان حضرتك وايش عرفك انت انت دكتور ده عيان وحالته متأخرة كمان ايوا حضرتك انا واثق ان حالته متأخرة بس ده ان شاء الله يحتاج عليك طويل او حالته ميقوس منها خالص لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها يا امل اهو اتفرق حضرتك ياه ده حالته صعب خالص اه طمين يا دكتور عنده ايه بالزبط حضرتك للاسف الكلب عنده كرنبولي على المخ واحتمال نعمله عملية ناقل مخ ناقل مخ لا بقولك يا دولا بقى ما توقتش تبصي يا عم انا مخ بقى مش هيتنقل لحتة تانية يا دولا انا مش ناقص وبعدين يا دولا انا سمعت ان ناقل الاعضاء حرام لا يا لا ناقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجة هو ده اللي غلط لكن ناقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابن طب بص يا دولا ايه رأيك ننقل مخ القطة دي للكلب ده لا ساعتها يبقى كلب ما قطأت غلط غلط لا يا دولا ما ساعتها بقى ارضه هيبقى مخ الكلب ده في القطة دي ساعتها تبقى قطة بنت كلب لا لا ما ينفعش تنفع انت مخك ناخدق لنقل الكلب ونخلص بقى طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جازمة من الواضح ان الكلب اتعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة اثرت على عقليته الباطنة وطبعا اثرت على وظيفه الحيوية اللي بيتالي هي الكلاوي والكبدة والمخ يا سلام كلاوي والكبدة والمخ جوعتنا والله يا دكتور للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة اختصر يا دكتور ديل ويقول انه هو مات يعني لا لسا في امل بس انا عايز اسألك سؤال الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا اوفي ايه اوفي ايه فكان قاعد مع ده حضرتك يعني انا عارف طبعا ان رمزي من سلالة تانية بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اثنين مع بعض طب انت بقى عدولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاتحاد اللي انت بتبتهدوني دول ومدي اجري للكلب دول وان قد الاجري بتاعي اه النفسية نبتدت تظهر عموما انت مشكلتك النفسية دي هنعلجها بعدين نبقى نطعلك كشف ونجيبك للدكتور ديل النهاردة احنا في مشكلتك قلبه ضعب للحل ايه دكتور الحل ان الكلب ده اتعامل معاملة سيئة مش حاسس بالاضطغاد وفي حد احطه في دماغه انت هتفضل مقضيها هفو هفو ولا ايه ما انا عارف مين اللي احطه في دماغه نعمل ايه يعنا دكتور حياته تتغير ايه ايه هتنفض الكلب؟ انا مكنش اعرف ان انت غلاوي اوي كده يا رامزي ايو يا دولة بقى لان انت بتحب الكلب دون اكتر مني يا دولة بقى لدرجة ان حسيت بالتفريطة العنصرية التفريطة العنصرية ماشا يا رامزي انت عملت ايه في الكلب بالزبط يا رامزي انت كنت كده ويديني اثنين جني ونص اجيب لي انا وهو لانشن ناكله وهو سوى قلت عادي يعني ايه من يومين كده ويقلت لي لا يا رامزي هاتله هو بجنيه ونص وانت بجنيه يا رامزي وكل واحد في ورقة لوحده بتخولني لا وفيها ايه ده يعني معادية لا يا دولة بقى مش عادة انا بقى ردتلك الساق بقى صاغين بقى يا دولة قومت انا جايب لنا بجنيه ونص لانشن كلته كله لوحدي وجايبله هو بجنيه واحد بس لانشن واللي فاض منه كلته كمان انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك لكن اعمل لك ايه اعمل لك يا حرم عليه جبت للكلب شلل فلسانه بص بقى دولة بقى انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجة بس بقى اللي اوله هو شرط اخره نوع يا انا يا الكلب ده في البزار يا سلام الكلب تكع الله لا ادولة انا اسف ادولة انا كنت بعذر ادولة والله كنت بعذر ما تقطعش هيش ادولة والناب ايوا كده اتعدل اموما الكلب ده هاعينه مدير عامل البزار وانت هتبقى شغال عنده والكلب ده بقى هز ديل ويمين تروح يمين هز ديل وشمال تروح شمال سامع؟ ماشا ادولة تبفرد بقى الكلب ده فرح بقى وهات ينزى بقى ديل وشمال ويمين عامل ايه؟ تبطى الرايح شمال ويمين شمال ويمين لغاية تم تدخن اخلاص منا ادولة بقى اوه ما بيقبز ما بيتحركش اصلا انت عملت في ايه؟ ماذا بيتحركش؟ يا الله يا وص انت بتعقدوا بتعملوا صوت قطة؟ ماشي مال ادكر علله هروح هاتليه كوكتير عشان يفوق كده ايه اه ادولة؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ تدكر علله هات الكوكتير انا ماشي 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 مالاشي 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 صباح الخير اهلان اهلان ازاك الخواجة؟ تفضل تفضل ايه ده؟ انت عندك نوم من الكلاب دي؟ ألا بس الكلب ده مش بتاعي ده واحدة سابعة عندي لمدة أسبوع لكن لو عايز أي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز لا تمثال ايه؟ مش ممكن ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البزار ولا ايه؟ بصي خبيبي انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلب وعندي كلب اسمها ريتا وبدور لها العريس من سلالتها بتدور لها العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش الكلبك يعني والصدفة ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شير ايوة جميل اهلا وسهلا بيها يا سيدي بس مش هينفع يعني حضرتك ارجوك لا حضرتك مش هينفع خالص بجدل اصي دي مسئولية ماينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهل واعرفه يعني هو يوم واحد حاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني اسف مش هينفع خالص معلش يا خواجه حديك خمسمائة دولار ايجار يوم واحد خمسمائة دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا حضرتك انا ممكن اشهد عالعقد يعني يا سلام الف جنيه رعاية وخمسمائة دولار جواز ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية حلوة قاوي 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 يا دولة الله عليك يا عم بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البحر اي الزفارة جاي فيها انت وخلاص ايا يا راني ايه ايه بكي نام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة هو هو دلوقتي مش بعدها بكرة ماشي ماشي خلاص انا هجيبي الكلب واجه حاضر ماشي سلام سلام اه لازم اكلم خليه بقى عشان نرجع الكلب ده موسيب يا سوق ده لا يا دولة لا ايه هتعمل كده يا دولة لا يعني هتعاكلن على الكلب فيهم فرحوا يا دولة يعني اه طبعا صعبان عليك موجين سواحد طبعا ايه دولة ايه لا وبقولك ايه مااتفكرش فلا لا 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 لف 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 ايه دولة لف كدا ده ديت صغير اه ماشي اللف كده اعمل لي سوق كده لا ماا واخبح انا مش مصدقة نفسي ان بعد الفترة دي هشوف البابي بداعي يا سلام فعلا الدنة غالة ثمان انتو مش متصورين هو واوحشني قد herramient يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه؟ يا سلام ربنا يخليكم البعض وما يحرمكوش من بعض ابدا عادل فين القلبي عادل الكلبة مفروضة على الوصول انا مش فاهم ايه لاخر رمز الغبي ده؟ قبس ايدك يا عادل لو الكلبة مجاش دلوقتي مش هراخه بقيد فلوسنا انا حاسة يا طن ان ممكن يغم علي لما شوفه لولا ان الفيزا بتاعته اتأخرت كان زمانه معايا هناك في ملطة شوف الدنيا يا عاني معلش يا حبابتي معلش بس انا بقى مبسوطة جدا ملفز في النسبتاك للكلب ده ربنا يخليكم البعض عادل الكلب فين انا مررت حد اتفقى وحيجي للنقطة بابا هو الكلب لسه عياني عياني البوبي بتاعي عياني انا كان قلبي حاسس اعملت اي هرانية في الكلب بتاعي لا 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 ما عملناش اي حاجة كل خير ان شاء الله ده هو عطس عطسة كده وقلنا له الف سلامة ليك ودينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد الله وعارفة صحقته ردت وقعدته في البزار وبقى زير فل ما تلاقيش خالص اه 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 دولة حبيبي دولة ولفت فيه كلب يالك اه جاية دولة اه اه ادخل ايوها الكلب ايه رأيك يا معلم معلم ايه خلبيتك ايه اللي انت جايبه ده انا قلتلك عايز كلب قد اللي كان عندنا جايب لنا واحد قده عشرين مره الغدل ايوها دولة لما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى هو فيه ايه؟ اوها تقول الكلب بتاعي واصل وصراحة واصل ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بص يا حضرتك عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما تشايفه وشربناه كتير جدا والعلم كرامزي ده كان عنده اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني وقعدناه في الشمس فالونه بعد ما كان ابيت بقى اصفر فاسود وكده يعني انا مش عارفة اقولكو ايه؟ انا متشكرة قوي ودول متين جنيس يادا معقولة معقولة تفضلي مع السلامة مع السلامة مع السلامة باي 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 كربيت كده هبلت يا مش عارفة الفرية متى الكلب اللي قدي كده والقدي كده باي انت بتشعب الشاي بالشفاطة يا لأ؟ شوف الجهل يا دولا انا المفروض ما اردش عليك لكن انا هرد يا عنا لا ماتردش ماتردش عناية بص يا دولا الجوي ده كله فيه تلوثات والشطافة دي عمنا اكتر حدا معرضة للتلوثات للجوي ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة علي انها شطافة يا لأ؟ وايه الفرق يعني يا دولة؟ يا ابني الشطافة مش للشرب مالي يا دول لحاجة تانية خالص لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس مش يتشرب بيها شاي والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دول علشان فيه فيروزات والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعدييني فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوا معدتك انت اللي تعديها بص يا دولة انت تعد عن قعد ناهد معك كده وعمرك ما هتفهمني انت مش مفروض الواحد يفهمك انت بكتير الواحد يبوسك ويركينك جنبر حيطا مش يبوسك اه ويركينك لا يرميك جنبر حيطا ايه ده ايه ده انا اه اه الشاي لو صبحت ايه ده الراجل ده انا عارفه ولا يا رمزي غريبة معا ايه انا احسس ان انا معرفوش اتشطي فروزاك لا انا عارفه انا متأكد كان معاه في المدرسة واسمه حمدي يو يا عم بقى يا عم بقى فكك بقى انا قل لي شوية يا دولة توقيت تقول لي ايه ده ايه ده انا عرف الناس دي ايه ده ايه ده انا عرف الناس دي وتروح تسألهم ويقولك احنا ما نعرفكش اصلا بص يا عم انا مش همش معاك في حتة بعد كدة ولا 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 ما تخافش بتخافش بص يا رمزي اه اعرف البازار بتاعنا اه 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 هتطلع لغاية عنده معاك المفتاح بتاعه اه يا دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش ده تقعد تستنى هناك حاضر يا دولة يلا اه الشطافة خدت الشطافة بقى تسيلي القعدة كده معقولة الشطافة لازم دول القعدة يلا تكل على الله بص ولا ايه يلا تكل قالوا ايوة انا المهندس حمدي السيسي انت بتضحك ليه انا بابا اسمه السيسي انت مالك انت ايو ايو انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان اتدي الحفر والفحت حمدي السيسي صح ايوه ايوه في حاجة او السيسي يا حمدي انت مش عارفني او ايه انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة انه قراش السنوية العسكرية يا بنين اه اه فكرك فكرة لا مش انت انت اقفل له عشان الكارت انت اقفل اه اهلا يا عادل سكح حمدي وحشتي وحشتي اخبارك اي حمدي ايه ايه اه 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 يا اخبارك ايه احمد الله واسكت مش رشحوني بعد ما جيتني من فرنسا إن أنا أكون المدير التنفيذي للمرحلة الجاية لمترو الأنفاق؟ ما شاء الله برافو عليك يعني أنا برضو رشحوني إن أنا أخد جيزة أثور ثقافة عن الشعر اسم خطهاش يعني ليه دا عادي؟ أنت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هواية عندي بس أنا عندي شغلتي يعني أنا عندي بزار في الشارع اللي ورا دا عايزك تيجي تزورني شارع إيه؟ شارع الترولي بكسب منه كويس قوي الحمد لله لازم تزورني يا حمد شارع الترولي؟ أو يا، دا أنا حبقى عندك كل يوم لا أنا أقول لك تيجي تزورني لأ تيجي تزورني بقى كل يوم لسه برضو فيه كل حركات بتاعت المدرسة دي تلو عمرك لطيف لا أصلا عندي شغل يوميا هنا في الشارع أصلا شارع الترولي دا بحب مشي فيه المترو مشي في المترو؟ طب ليه يعني إيش معنى الشارع بتاعنا اللي هتمشعواهم المترو ما تاخدوا المترو وتمشعو في أي شارع تالي؟ يو أنا جايبت نقطة فسحك بقولك ده المترو المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال هتشال تصور محلات هتشال ايه يعني الوقت عوزة ايه ده مشروع قومي الله لازم يبقى فيه تضحية ايه يعني شارع أو شارعين محل محجلين كل ده عشان القاهرة الكبرى يا أخي خاهرة وكبرتة ايه كبرتة يا عم حمدي وانت هتعمل لي فيها ارفاعي جاي تطلع لتعبين لا يا أستاذ بعد اذنك يعني ما ينفعش خالص تماشروا المترو بتاعكم من الشارع اللي في المحل بتاعي الله لازم يبقى فيه ضريبة يا أخي ايه المشكلة يعني طيب انا بادفع الضريبة انا طول الوقت بادفع الضرائب حضرتك وتول الوقت بادفرج على الاعلانات ويقولك مصلحتك اولا وادفع هي مصلحة ان انا اكفع وبس ماخدش حاجة خالص يعني هي دي ضريبة النجاح كمان النجاح هيعملوله ضريبة انا فاشل يا سيدي مفروض ما اتفعش بقى ضرائب بتاعة الفاشل دي ايه واحد قولها لفك كده يا عادل انا عايزة اتعيش معاي اللحظة تخيل المشروع ده با بعد ست سبعة سنة قول تلاتين سنة لما يخص ياه تحس بالفخر تبقى ماشي مفخور كده والفخورة واخدك وانت ماشي في الشارع كده ان المحل بتاعت جنب المترو وتشاور لولادك وتقولهم تخيل ياولاد المحل بتاعي جن جنب المترو يا سلام اه ده ايه الفخورة اللي هبقى فيه انا والعائل دي طبعا هبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك ايه؟ انت مش عندك بزار؟ اه يا سيدي عندي طب ايه رأيك بقى انا هخدمك خدمة عمرك انا هسميلك المحطة محطة البزار ها ايه رأيك؟ اه لو كده يبقى معلش اه محطة البزار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني يا حضرتك طب 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 حضرتك انا مش عارف صراحة بجد يعني اودي جمالك فين عم حمدي يا صديق الدراسة احنا اصدقاء طفولة سلام عليكم عليكم السلام عليكم عادل تعال اتفرج مع انا على الفيلم ده فيلم القطار يا عادل انت بتحبه القطار انا ما بحبوش ليه بس يا ابي ده فيلم يجنب مهما تعاد لازم اتفرج عليه انا ما بحبش القطار انا حور الله مالك في ايه يا عادل احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي لا يا ماما ماليش نفس في ايه يا عادل مالك مالي هيمشوا المترو في الشرع اللى في البزار اخيرا اخيها هترحم المواصلات والقرف واروح مدرسة بادري بقى مدرسة ايه المترو ده عشان يخلص قدامه ست سنين تكون انت طلعت عالمعاش يا ماما ايه والنبي يا عادل ونبي يا حبيبي يا عشان خاطري ابقى اخدني معاك اتفرج على عملية بناء المترو حيث اني من وره صغيرة هيموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل عارفين يا جماعة مست المترو ايه انه سريع جدا ما بيوقفش في اي اشهر اتلاست 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 انه هيعمله مترو انفاء زي اوروبا زي اوروبا ايه يا جماعة انتو مش فاهمين حاجة يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيوزك للترو مية اسرع عن رأيك في المترو انا يا ست الام متحيز للترو مية ولا للمترو ما له التوكتوك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومالحراط ويجا عكسي ولا علي درها يبو ولا علي مخالفات ما له التوكتوك انتو قصلكم مش فاهمين حاجة طب ما تفاهمنا انت يا ابو المفهومية دلوقتي المترو ده لو مش في الشارع اللي في البزار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي يا لهوي يعني البزار كده بح ايوه ماما البزار بح كومون كومون عادل كومون كسكم فا فيلم النو وقلنا بحباتي مش وقت فرنساوي خلاص كفاهم مترو انو فرنساوي طب المانجاتو هنأكل ازاي هنأكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقول عليه مصور غيروا المحطة دي غيروا المحطة دي انا مش عايز اسمح اي حاجة فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء حاضر 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 بص يا عادل انا عندي فكرة رهيبة رهيبة ايه رأيك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعت البزارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوا محترمة على الاقل الاقل تاخد تعويض او اقولك يا عادل تعملوا اعتصام تحت صفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهرة ابو الحول براس انسان وجسم مترو كبير جسم مترو يا ماما يا ماما كده هوم يبقى فيه دعاية للمترو احنا عايزين دعاية ضد المترو على فكرة اصحاب المحلات لغاية دلوقت ما عارفوش ان المترو ايمشي في الشارع انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي طب ما تقول لهم يا عادل يبني يا سلام اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص لا عادل اسكى من المترو طب بقى الناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمة من غير ما هم يعرفوا خالص ده غش غش واحتيال حرم عليك يا اخي حرم عليك تبيع المحل وانت عارف انه عليه مشاكل يا سلام يا امو ضمير خلاص خليك انت لضميرك سبين انا اتصرف في طريقتي انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس ابيع بالاسعار القديمة وهم يولعوا ماذا ها واي يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبة جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعة وملقل شغل صاحبي وحبيبي واخوي المعلم تيتي اللي فكرت واح عملوا أخوك وحبيبك احنا نصيع ما انا لسه طحنك في المزاد الاسبوقة اللي فات بس هادي يعني انا وانت واحد مثلاً يعني والجروب السياح اللي طاشته منك وبيعتله نفسي تباسيلك بس احنا اخوات يعني وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي ودلوقتي بقى جاية مد يدك في جيبي مش كده الام الام بتبقى يعني الواحد بيهتم من يعني الام دي ما تتعوالش يعني مالها لحاجة جالها مرض خطير يعني اسمه تيسي تيسي ايه؟ تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جي الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهر وطول الليل ما بتعملش حاجة غير انها بتعطط تيسي 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 ده ما ببقاش عندها وقت انها هتتكلم يعني ست الحاجة دي بركة وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعة وبضاعتك عفشة ومحلك عتا بيت فقرية لكن هافكر ايوه 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 فكر وانها بقى تيتي لا يعني لازم عايزة تعمل عملية والعملية دي معاينك دون وبتقط علي يا بنافسن ايوه مش هعمل كده تاني بس عملية ولازل انت تعمل في بلد مراحة واهن عليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسين المعلمين وابقى خدام ست الحاجة انا هاخد البضاعة بس ببتامن جملتها أما محلك ده بقى؟ ده فقري زيك مالزمنيش يعني يا معلمتيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياه ما خربشتني ودفرك طالني ده ما خلاص خربشك ايه الدوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي يجي لامي خلاص اذا ربما نعد عليك بكرة قال ام التمثيل وارميلك فلوسك ربنا خليك ربنا خليك ماشي بكرة بس اهم حاجة يعني انت جيبني الفلوس على طول ده ايه القدب اللي حط عليه مرة واحدة ده اقول لك الام يا معلمتيتي الام وبعدين بتحرستوه للوقت وانا خايف اعتعيدي صراحة هو مقضي اه مقضي تسي اسي تسي 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 اخلع عنا بقى تسي خدي كمان معلمتيتي تشكر خدي معاك ايه شيفني بلم سبالك على رأيك عموماً بالشفة يا معلم تيتي بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذا ربما انت بطل عطس يا سيدي ما تدوق إيش أنا جات على كده بقولك إيه إذا حبيدت بيع هدومك ديني رنة حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وزوقي غير زوقك ده إيه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقول يا عمي لكن برضه بقى ديك رنة حاضر سلام عليكم مع السلام يا معلم خلاص ابعد يلا يا رجال ها 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 هاي الحمد لله خلصنا من البضاعة إيه ده؟ إيه ده ده ده؟ والله برافو عليك يا دولا بيعتي البضاعة دي كلها؟ يا ابن بيعني ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لقيه منت برضه دولا استكمنت لحد ما تكمم انت بتعلمت كلامي يالا في مستشرة كلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري ناخب الخزوق اللي خاده المعلم تيدي انت مش خاد خزوق عادي انا اخيراً خلصت من البضاعة يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البزار اه يا دولة بقى نخلص بقى من البزار او بص نتخلص منه عارف بكد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلاً من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعثلي واحد يكون بيفنع من اللي انا بقوله بقى كده يا دولة دا زا كان انا بقى جايلك النهاردة بفكيرة جوهنمية بخصوص بيع البزار دا فكريت ايه بقى يا فاكيك بص كويس يا دولة كشري مالو يعني المعلم زعزوع القصف يا دولة مالو المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دولة ايوا اخلص مالو اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولة هتقوله ولا نفخك مالو اه سمعته يا عم ان هو عايز اشتري المحل بتاعنا بتاعنا؟ بس يعني لكن مادام عايز يشتريه وخدك انت كواسطة يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا انت عارفت ازاي؟ ايوا دولة انا هقولك انا بقى وانا بضرب الكشري اللي السباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم علش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دولة مش قريبين بس نحنا لزقانين مع بعض هو حر بقى بدم هو اللي عايز كده يشرب يا معلّم بس انا زعلان منك برضا يعني يا معلّم زعزوع معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده يقوله جاي يكوش هالشارع كله وأنا ما بحبش أزعل حد مني هموماً اللي أكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من أوله لآخره تقصد إيه يعني أقصد يعني إن ما دايم إلا وجه الله ونعمة بالله بص يا أصيص عادل أنا جالب أنفتاح لك جوي بيني وبينك كاري الكوشة اللي ده مش بتاعي ده كاري أبويا وجدّي وجدّي جدّي وهم اللي أكبروه نشتغل الشغلانة دي معه برضي يعني يا معلم زعزوع الوالد وجدّي وجدّي جدّي وأجبة يعني مظبوط لكن دي مش غيتي أنا غيتي أكبر من كده بكتير أنا أطموحي مالوش حد يا سلام وإيه طموحك في محل كشري يعني هتقلل للرز وتزود العكس لا أنا غيتي في الجصب ولش أنا حاسس إن القصب لو تحطي على الكشري هيعجن يعني لا مش علينا أنا هفتع محل عصير جصب وفواجه وبكده نبجى ترجّينا خطوة لجدّام وان رايح الزبون طيب هو الزبون عدم الماغذة يعني تعبان في إيه؟ حجلك بيني وبينك الشطة عندي شديد يا جاوي ووعرة أو الزبون يأكل من هنا ويحب يهدّي المسائل يروح يشرب كبات قصب وبكده نبجى لأيحنا الزبون يا سلام عليك وعلى أفكارك عموماً بص بقى يا معلم أنا المحل بتاعي يقدّي المحل بتاعك بالزبط شوف كده بما يردّي الله هتدفع لي قدّيه بما يردّي الله حدّيه لك مئة ألف جنيه خمسين ألف دلوقت وخمسين بعد شهر ونمضي العقدة نمضي العقدة بعد شهر؟ لا أمش هينفع طب إيه رأيك تدفع لي سبعين ألف جنيه بس دلوقتي ومش عايز أي حاجة تانية بعد الشهر ونمضي العقدة على طول دلوقتي عمرك عجيب يا أستاذ عادة أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل لتحت ما هي المشكلة في اللي تحت؟ يا سلام أخيراً خلصت من البزار وخلصت من البضاعة مش فاضل غير يا كرامزي عايز أقرط يعني أنا شايف كده بقى أن أنت معك فلوس كتير قوي أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده تمانين في المئة تمانين في المئة يا نسبة؟ يا ابنة أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم أخلص منك سافر بقى يا رمز حمدي إزاك حمدي عادل إزاك عادل وحشني إزاك حمدي والله بجد يا حمدي أنا مش عارف أشكرك إزاي يعني أنت عملت فيي جميل العمر كله بجد كنت أروح في أبو نيكل يا معلم لأ ما خلاص لا فيه أبو نيكلة ولا أبو فجلة خلاص أقصدك إيه؟ قصد يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك شارع الترول ده تلق كده كنز وديق من الجنب فحولت على الشارع اللي بعديه أوسع شوية شارع اللي وراك على طول وأجيب بقى حفارات وأحفر براحتي يا عمو أنت عايز تحفره خلاص أحفر يا عمو أحفره على ضمان تانى لو أي حد كلمك صدرنا أنا ما ينفعش أصحاب المحلات هيزعلوا عشان كده غيرت المصار غيرت المصار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عمو هم من الخطرانين يا دولة لا يعني هم هيلاقوا يعني بازار أحلى من البازار بتاعنا فين عشان يوعدوا يحفروا فيه يا غبي أنا كده اتخرب بيتي هعمل إيه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت المضع عزي اتخرب بيتي اتخرب إيه بعد عني؟ إيه بعد؟ يسافر يا رمزي اطلع على سويسرا إيه؟ يا ربني سويسرا يا عم مش معنى أنت يلا يلا اتع برا اتفر على الله اتع برا أحفر فيه مش عايز أعرفك أحفر فيه مش عايز أعرفك أنا أنا فعلا ندمان على المدرسة اللي أنت كنت معها فيها اتخرب بيتي ضيعت نفسك بنصحتك يا أبو العريف بص يا سناء مش نقصاك والنبي ما حدش يقطرني أنا مش ناقص تقديمة يا جماعة طيب بص يا بيبي إيه رأيك ترجع لهم في روزهم وتاخد البازار والأبداعة؟ ما يبقى؟ إيه حكاة مش بالسهولة دي يا أخوانا؟ وبعدين هقول لهم إيه؟ هقول لهم ممي خفت يعني إيه ده؟ هو أنت قلت له ممك عيانة عشان تبيع؟ خصى عليك أنت مش ابني أنت ابني الشوارع يا ممي مسألة مش كده يعني أنا بس كنت بقول لهم كده يعني كده وكده يعني أبي عادل على فكرة بقى أنت غلط يا سلام على المعلومة أنت غلط ما أنا عارف إن أنا تزفت وغلط طيب بص يا عادل أنت تشتري بازار في مكان تاني يا رانيا يا حبيبتي المسألة مش بالسهولة دي البازار بتاعي أصلا الله يرحمه يعني ده كان في شرع مميز جدا مليان حركة ابتدي من الصفر يا عادل أصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما بص يا عادل أنت تروح للمعلمين دول واتكلمهم بمنتاز صراحة يمكن تصعب عليهم فى يا رجعوا ولكن هم اخدوه ماشي يا ماما أنا ممكن أتكلم معاهم بس ما ينفعش أتكلم معاهم بصراحة يعني لأن صراحة لو أتكلمت معاهم بصراحة ممكن يشنؤوني صبحون يا معلمين أنا يعني صراحة كنت إنسان أناني ووضيع والحاجة جديدة زي إيه حضرتك إذ ربما يعني واطي، خسيس، دني، لوكل حاضر حضرتك أنا إنسان واطي وخسيس ودني ولوكل ومستهلش عظماء معلمين كبار زيوك ومستهلش عظماء معلمين كبار زيوك من الآخر عايزي بقى كنت عايزة أرجع المحل اللي هو كان بتاعي ده وكنت أرجع البضاعة اللي حضرتك خدته يعني المحل خلاص بح جبنا الجصب وناجس المكة نعصر ونبيع طب يعني إنتوا هتعصروا وتبيعوا يعني أنا هعمل إيه قدركوا يعني ده حتى الفلوس اللي أنا خدتها منكم روحت أحطتها عربون عند راجل مصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع الكروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على برة حضرتك طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعة كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن أقصتهم لكم اطلع مرة يا علي اطلع حضر يا معادي حضر طب يا معادي والناس اللي مربوطين في القبط دول اللي أنا بصرف عليهم يا حضرتك ده لعندي ستة ده غير الجزء ما اللي بصرف علي يا حضرتك اجب له لهم فلوس من إيه يا حضرتك صعبت علي يا علي ربنا أخليك يا معلم ربنا أخليك والله يا معلم هقعد أدعي لكل كلكو لأدعي لكل كلكو خلاص خلاص هشغالك معادي في المحل هتشغلني يا معلم تجشر الجصب وتعصر أقشر واعصر؟ أ 1967 أولئك وأعصر checked أهلاً أيوة 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 الصباح الفل يا هالي المكوى شكرًا ما تخطيش يا أرجي 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 أريد طزير ميالم الفلس جيدة معكش خمسة جنيه لست أدفع المكوى حتى لو معي مش خديك امشي فار 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 إيه! فار إيه! لمحته معد كبير كده ما شاء الله! يا مار إيه دي! قلت لمحته! ودخل البيت يعني هو في الصلاة دلوقتي! هو هو اللي جابه معاه بجيبه! أنا عارف أنت بيارمون بتجيب الفرار وتحطوه في جيوباتك وترميوه في البيوتات! جيوباتي وبحطوهن في البيوتات ليه؟ بيشلولي الشنط ولا بيشلولي الشمعات؟ أنا بالنسبة لي مش عايز مك وتعني لازت أرده! شو فيه إيه جماعة؟ فيه إيه فار فار! فيه إيه فار فار! يا أيها الليل الطويلة ألنجالي رندالي إيه بس يا دولي طب هو دلوقتي الليل عملك إيه علشان تشتمه ها؟ يعني إفرد دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار ولا يولا إنت ملك إنت إنت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجة خاصة بيني وبين الليل بتتدخل فيها ليه؟ ليه العمر وما يزعل مني يعني ألو؟ يا رانيا إيه 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 مال؟ مال فيه إيه؟ إيه إيه؟ شوش! فيه إيه يا رانيا؟ فار! وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير! يا رانيا الروع باللي إنت عمليه ده كله عشان فار صغير دخل دخل البيت إزاي أساسي؟ ما تلقى إيش ما تلقى إيش بالليل بقى مرجع إن شاء الله بقى موتك الفار ده أجد الوقتي يا رانيا ما أنا عندي حاضر حاضر هاجد الوقتي يا ست حاضر دولا إنت بجد هتصطد الفار ده؟ طبعا يا ابني إنت متعرفنيش أنا ياما إصطدت زواحف الزواحف يعني الديناصورات وكده هون؟ ديناصورات؟ يا ابني الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها يعني مفيش ديناصورات ده كان زمان أنا لو الديناصورات ليها أهل لسه لغاية دلوقتي كنت موت أي ديناصور عادي يعني لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عاما ده لسه واخدين فيلم جنينة الديناصورات بطولة لا يا ابني التالية جنينة الحيوانات هما أساساً الديناصورات بيعيشوا في جنينة الحيوانات أه أصلهم من الجيزة يعني؟ أه من الجيزة يعني البطايا مطلعينها من الجيزة بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابة ملك الغابة ما تقول القردة يا عاما من غير القارة ملك الغابة هو ميتا؟ وانت بتحني دايماً لجنسك كده طول الوقت يعني إني عايزك عايزك تاخدني معاك يا دولا والنبه ها؟ أختك معاياと思ني؟ لو أنا لا أتفسح يا دولا يا دولا عشان خاطر نفسه أتعرف على الفردة يا دولا القليل قوله وأنت مش عارف الفر pompال هم اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ده ايه؟ لا يا راجل اه دول فران انت كنت يخرب بيتك؟ انت كنت بتتعامل معهم انه هم انا مقوس؟ بيبي اسحى اسحى يا عادرة مش عاد فتعرفت نمس ازاي؟ يا رانيا يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكلة في حتة فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني وبعدين لعلمك انا كنت عود وناشط جدا في فريق كشافة فانمنا بقى في صحارة وفي جبال وفي غابات ومش بس فران قابلنا حيوانات مفترسة ويا ما اتصرفنا معها يعني اخاف ان ايا من فر يعني انا نام في حماك يعني؟ طبعا نام في حماك وما تقلقيش خالص يعني انت في امان يا ماما وانت جنبي ويقدر يهوى من ناحية هنا هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخال جبنته واتكره على الله نامي 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 بحس بالامان معاك عادل لثباتك وقدرتك على المراوغة مش نامي 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 فار مش على ايدي يا ماما يا ماما يا ايدي ايدي انت بتدفع عنه ما تخديش حبك لتومانت جيري هتغلب على حبك لأبوك يا اسمين اي يا عادل فيه اي يا حبيبي فيه ايدي فار يا موقوس فار يا موقوس وقدت عملي فيه احمد الساقة في افريكانو ما حصص ده احمد عيد فيه افريكانو برضو جايه يا حبيبي أبي وجوتها يا جماع يا جماعة يا جماعة ضي ادي ايدي اي ايدك ! جهة تحت الصينيش مش معقول بقى كلاкая يا عادل مش معقول ان روعبا احنا عاشي فيه ده يا ماميا ما ليش ده انت لازم تتصرف الفاردة هلموت 잘�بة ما تلاقوش يا جماعة ما تلاقوش يانا الفاردة في البيت ده ان شاء الله همسكو وحلقو من ديله قدام الباب بتاع امو مرفت عشان اخليه عبرة لكل الزواحف والحفرات ركز معي ركز معي افتع ايدي افتع ايدي افتع ايدي احتياطي احتياطي هنا ده المنظور الافقي والرأسي بتاع الشقة اللي احنا فيها مش دي الشقة يعني دي الشقة طب احنا فين يا دول؟ في الصالة ادي الصالة هو كده هو ادي الثلاث قود وادي الحمان مش احنا احنا فين؟ انت عايس تشوف نفسك هنا عند خريطة؟ ايه يالا انا بشرح لك الخريطة وركز معي عشان الفار يالا ركز معي طب البازار فين؟ البازار مش موجود هنا الشقة فيها بازار؟ لا يبقى خلاص ما تسألش تسمع بس دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقة كويس قوي يا معلم وبعدين دخل على الشقة واختار قوضة وكن فيها يا دول انت من الصبح يا عمال تكلمني على فار وانت اصلا رسم ارنب يا ارنب يملنتوا في فالك وكنندب تكنوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول انا امي دايما كانت تقول انزل مخزن يا لارمزي هتلنا ارنبين علشان نعمل ملوخية بالانارب بالانارب؟ ممكن انت بقى انارب غير الارنب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنت بتاكل ملوخية كانت القطط بتلم عليكم اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا يا دوبك هناكل كده وانا القطط بقى بيناونوه ويقوموا هاجمين على الملوخية يا امو انارب ديا ياخدوا القنارب ويسيبوه لنا الرز مش عارف ليا دولة يمكن الرز مسلا بيعمل لهم طخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة عموما الانرب اللي عندكم في البلد شرح الفار اللي عندنا يا نوف مصر فاحنا عايزين نصطاد الفار ده هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد اتفقنا اتفقنا يا دولة وبعدين انا ابقى نايم جوه في القوضة اول ما المصيادة تصطاد تقوم عامل الإشارة على طول ايو عارف يا دولة الإشارة انا عارفها اقوم غمزلك كدهوه غمزني كدهوه هي دي الإشارة وانا نايم جوه وهسمعك هسمعك ازاي غبي او صح يا دولة خلاص يا دولة انا هصفرنك لما انت لو صفرتلي ما انا ممكن واسحك خلاص بخمزلي لس بصوت دلوقتي يا جماعة انا جماعكو عشان اقولكو ان في حظر تجوال ممنوع اي واحدة فيك وتخرج من قدتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرد المتوغل في داخل الشقة يا السلوم توقفوا ده انا عايزين نروح للحمام لا ممنوع ممنوع اي واحدة تخرج من قدتها يا جماعة انا مش مسؤول عن اي واحدة تخرج وتوصل للصالة مش مسؤول عن تأمينها وهل فترة الطوارئ سوف تستمر دهرا فترة ايه الطوارئ انا ممكن اقولكو في الاول انها مش هتستمر لكن الواقع والنتيجة واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا مش مهم المهم ان احنا نخلص منه طب وطلباتاتنا لو عايزين اي طلباتات حنجيبها من اين يا استاذ اي حد عايز اي حاجة انا المسؤول عنها ديكو تمويني كفيكو تلاتيان بحيث مفيش واحدة فيكو تخرج من قدتها هل ممكن اباتي عند ام مرفض في الفترة دي نوي يا حماتي لان ده يبقى اسمه هروب من المعركة لا ما اسموهش هروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا ماما دولة طب وانا يا دولة عامل ايه انت هتفضل مرمي هنا لغاية اما اقولك اي جديد ليه يا دولة يا عام اد الفار لسياده يا دولة جيب له جبنة يا عام جيب له جبنة يا عام جيب له جبنة يا ابي هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغدا بقولك ايه بطل نفسانا على jouer عايزة تاكل جبنة بتاعت الفار ولا ايه يلا جماعة كل واحدة هتتكرى على الله وتخش في مخباقها الغيطة اما اقولكوا على الجديد او ايه راح فينا يا دولة و ايه اللي راح فينا هو ما جايش اساسا انا لا سبثر ؟ هلأ؟ إيه ده؟ فات ست ساعات ورمزي ما تدنيش الإشارة ولا يكون الدهاني مثلاً وأنا ما سمعتش غمزة عينه أنا مستيقظة طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت أصوات المصايد مسيادة تلوة الأخرى مسيادة تلوة الأخرى؟ يعني في أكتر من فار ولا إيه؟ أما قوم أشوف الغابي ده عمل إيه؟ بلا رمزي انسيح ايه دول؟ ايه مسكت الفاردولا؟ الفارد ايه مسكناه؟ ايه انت عاملو ده؟ وحاطيتلي مصيادة في صدرك الفار بيلعب في عبك؟ ولا إيه يا لها؟ ايه دول ايه والله ما الفار مجاشي مجاشي؟ أماني أنت تقولي ليه الأساساً بتعمل إيه؟ ده أنا كويس إن أنا نصحت لك دلوقتي فين الفار ياهات؟ والله ما كلت يا دولة ما كلتش الفار أماني إيه اللي حواسة بتاعت الجبنة اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن من اللي كانت موجودة في المصاهد ده أنا كنت عامل حساب اللي يفضل منها عامله سندوتشات لي ياسمين ما كلتش حاجة يا دولة بقى بطل تظلمني بقى أظلمك إيه يا لأمان الجبنة دي جات منين؟ الفار هو بقى أكلك خاص من عقلك يعني؟ معلش بقى دولة سنة بصراحة جوعتي يعني مبارح ماشي ماشي بتاكل الجبنة اللي جوه المصيادة ماشي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ماشي أنا هتصرف بقى هحط في الجبنة سم سم؟ دولة والسم دون يعني هيغير طعم الجبنة؟ لا مش هغانة خالص نعمل لك سم كمان بالكاتشاب ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده موسيقى يا دولة دولة يا دولة انت قاعد كدهون ولا انت على بالك كدهون يا دولة وفيه فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولة انت إيه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتترقعش عليك؟ بص ولا هقوم بترقعك على وشك الفار ايه قادل اللي أخاف على الحريم منه يا دول الفار يبص الحريم الفار يبص لسندوتشات الحريم يبص لحط الجبنة محتوطة في المصيادة ها؟ لا دولة 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 انت دولة انت تفهمت معاب الحسنة مارضيش نافؤ يا عم خلاص بقى سيبوا في البيت اه سيبوا في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي استسلم انا بس مجرد ان انا يعني بالم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي ماشي 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 فيها لا اعلان ان او في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بلكو اقتلوا فرانكو لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة و هتدخل نفسك في سيم و جين لو البوليس شم خبر بوليس يالا اللي يشم خبر هو فيه بوليس للحيوانات يالا يا أهبل مال يا دول؟ يالا مفيش كلام مدي يعني أنا لو ضبحت فرخة مثلا هاخد فيها إعدام؟ طبعا يا دولا مش رفعت سلاح في وش فرخة يا دي عبيد يا دي عبيد لو فيه بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت كانوا حبسوك بقى ايه في قفز كده زي الأرود عشان تبقوا مع بعضيك ويعني عموما أنا عطزل بالشركة دي وخليهم بقى يجبوا لي الفاردة أنا عايزهم يجبوا لي الفاردة حيي عشان أنتقم منه بنفسي معاك ماندو في شركة قتل فرانكورا يا حبالكو في البداية محتاج منك شوية بيانات أهلاً و سهلاً اتفضل اتفضل حضرتك ده أنا مستنيك من بدي بالنسبة لبيانات أنا اسمي عادل سعيد متزوج لا 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 أنا عايش وقت بيانات عن الفاردة أنا دخل امتا عندك أمت سنة؟ حضرتك يعني أنا ملحظش أتعرف بيلي إنه بيجرب سرعة جداً لا الفاردة انت واي مش اجتماعي لا حضرتك طبعاً واضح أن انت اجتماعي يعني غير الفار خالص بدليل أنك دخلت وقعدت أهلاً و سهلاً أرجوك خلينا نشوش بلينا تفضل حضرتك تفضل إيه ده إيه حضرتك إيه حضرتك إيه شعور إيه إيه مرضى ذاك يعمل أجهز التشويش أجهز التشويش؟ ليه حق يخش ويزرع أجهز التشويش؟ خلينا في الجد في العملية دي هتكلفك ألفين جنيه ألف عربون وألف لما سلمك رعبة الفار إيه؟ ألفين جنيه عشان أطلع فار من البيت؟ حضرتك ده أنا أعزل في بيت ما فقوش فران وأرخص يعني نعم أنا هتدي لك ضمان سنة إن الفار ما يدخلش عندك جوا تاني يا سلام وهيخشي لي جوا تاني إزاي إذا كنت حضرتك هتكون قتالته بص بقى حضرتك أنا عايز الفار يفضل جوا وإنت اطلع بره مش عقول كده يا عادل بقى مش عقول إحنا إزهقنا خالص 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 لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتماشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكربة لأنا عجين فيها ومش عارفين نعزم الصحابات بتونا ووفاتنا أنا ممات كتير صحابات إيه اللي انت عايز تعزميهم أنا مش عارف جوا النادي اللي انت بعيشانا فيه دا حماتي إحنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل بابنت لازم تاخد موقف حد معالي إنك اديته كذا فرصة وهو اللي ضيعها أنا أعمل له إيه هو مش مديني فرصة يا ماما يا ماما يا ماما معلش معلش يا مهو شفته مش مديني فرصة إن أنا أمسكه جدك يا باما كان يعفى الفار من هنا ويلعب بكرة هو وأصحابه يا ماما أنا الكرة مش من هواتي عموما يعني وبعدين كل واحد ليه مدرسة في استياض الفران أنا مدرستي مش عارف مدرستي بس إن شاء الله مدرسة جديدة وأنا أفرجكه إيه رأيك يا بابا إن إحنا نفرج الفار دا على توم وجيري فيخافوا ياك اه يوعوا حد يفرج الفار على تومان جيري أولا تومان جيري جيري دا هو الفار وتوم دا لعلمك غالبان جدا دا الفار هو اللي معزبه لو إحنا فرجنا بقى على تومان جيري هيفتري وما حدش يعرف يخرجه من البيت دا دا بصي أبي هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده لأنه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش يا سلام يتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك دا فار يا ماما فار وبعدين الفار دا لعلمك أهل وصعيدة لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من دا بس إنتوا بس إساعدوني على ما أنا ننفذ الخطة إن شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفاردة ايوة ايوة ثانية واحدة ايوة 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 خلص 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 دا أنا خبطت في المسيادة أنا ما حصلش حاجة الحمد لله بقى 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 لحلش بالجد دا بقى خلص خلاص ما تلقوش أنا هحل المشكلة وكلو هيتحل إن شاء الله دلوقتي حانا ما تلقوش دولة حبيبي خش خش مش وقت دلوقتي عناوين ايه يا دولة صوتكو جايب اخر الشارع يا عم فيه ايه الفار ايه الخباره طميني انت جاي تطمن على بنقتك عامل اللي ايه وزف الموجود يا سيدي عندنا فششقة بث ايحنا خلص هنتخلص منوا يا رامزي م competingش اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 하나 يا اللحظ واني تقصى دعم إن شاء اتبوتنا انا الى بيضموачنا. يا خاني الرأذين. اذا يا عزيدنا? انا دولة ولا رأذي. لا انا دولة اوا呎. وراها على اوضيتنا. تعال 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 تعال. اوضيتنا وبقول لك والعايا. انا قاسم. اتعال لا م Peace Z funds. يهلي يا عازل يهل. يهلي يا عادل يهلي يا هلي يهل. يهي يا عادل. يهل ييه يا عادل. اضربوا يا عادل. اه 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 انا ااسف يا دولة انا ااسف يا دولة اما أسف ping讓 drafted فيا دولし بتضرب على وشي أنا بتضرب على وشي وأنا بتضرب على وشي UFC ماما انا نخل المطبخ يا مطبخ مخكل مطبخ مقكل ده بيستاهب النوال الي إيه ورايا انا ربز على المطبخ يا دولة يلا يا عادت يلا يا عادت يلا يا عند bul ويلا يا وز أنا أريد اهو اهو اهو! 야 pow! انا هنسف يا دوليا! انا هنسف يا دولا! اهو جيري اهو! جيره اهو! يا مم! يا مم! اهو دولا! اهو! اهو! اعمل ايه! اعمل ايه! هنالفران مش عايزها تسيبنا فعامنا! ليه دايماً فيه اسراع بين الفران وبن المد larg? ليه الفران ما يسيبوش البناء ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام ولليه البناء ادمين ما يسيبوش الفران يعيشوا مع نفسهم بسلام ليه الصراع الازل ما بين الفران والبناء ادمين مع ان الكرة الارضية تقدر تستوعب الفران وتستوعب البناء ادمين ليه البناء ادمين ما يسيبوش الفران حتى حت الجبنة في اي مسيادة ومسيادة بتتقفلش عليهم حرام عليكم يا فران حرام عليكم وانا اعمل لكم اي اتزاد على اللي احنا بنعمله دعوة للتعايش دولة! 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 أيوة أيوة طبعاً بشكركم على التحية بشكركم على التحية بس ليفتكروا الفار اتأثر ده كله ما عليش يا دولة انا اسحى تسمحني يا دولة انا اسحى ولا عمري هسامحك ابداً تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغميز لك دوا بعينك عشان اللف من وراه وتدربني ماشى يا رمزي ماشى يا دولة بقى ما تسلمنيش بقى يا دولة والله العظيم انا مغمستولوش اللي مرة واحدة بس يا دولة يعني غمستالو على فكرة بقى انا اسمح حكاياتكم الصبح ودواكم عنده باشا ايه عندك موكروكور مش هاش بدل الكل كعل على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي حمدي بوسي ده ايه مضاد دحاوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفقران رقم واحد تستاذ الشهر اللي فات 2500 فار الفران كنا تسمع اسمه وتتراعب منه الرمزي هو ده بقى أسوز عادل المخلص طيب الحقني بتلفونه قبل ما رقب تضيعه النبي عناية يا باشا طيب حضرتك انا مش فاهم يعني يعني انت ان شاء الله تاخد الفر اللي عندنا وتجيب لنا بدل ونمر ولا ايه؟ ده لا حضرتك خلص انا هخلي القطط بتاعتي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك تلعبهولك وبعدين انا هنطرب 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 لنهنة مشكلتنا الحقيقية مع الانوت يعني كده كده هنوت يا لباين علينا ولا ايه؟ اه والبقى انا عايز اقول لحضرتك القطط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار لو سمحت يعني يا استاذ بيسبس نوع حضرتك انا مش عايز يعني القطط يموت الفار لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات استنفرارات اه ايه العلاقة اللي بينك ومن الفار بتتفق مع الفار علي يا ده رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه عدب اعتاب الكلب للنادلة عشان انا مكنتش متفق معه انا كده دول كنت متفق معه ان انا بس اهربه مش يقزكش مش يقزكش قعد يلا قعد يلا مش عايز اسمع صوتك يا ضوع ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني يعني؟ عموما القطط هيدربه ضربة مخبرين تدروخه بس حضرتك ها بس ما تعلمش في جسمه يا سلام انا اطول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري بسمعت على القطط البوليسي ابدا يعني لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي بس 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 يلا يا بيستك يا بيشتك يا حجام بيشتك بسة بيشتك عليهم علش مع المبوس يعني هزقناك معانا صراحاً مهارت لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجة انا حضرتك اللي فاشل واستهد طيب حضرتك معاك موصلاتك ولا هتركب قطة من دول وانت مروح يعني وانت لايح السرك هتعمل ايه لا لا حضرتك سرك ايه بقى وبتاق ايه حضرتك زبان اللي مرت شمت خبر والقرود اساساً مستنيني على غلطة يا استاذ استني اللي على غلطة دا دا لد دا علاقتك وحشة جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده ايوه اساس ازل القسم استأذن أنا بقى سلام عليكم فضل بسلام عليكم فضل علينا سلام علي يا صديقي اشيلي بلنا علي الحيوانات كلها فضل يا سلام رمس الفل يا باشر ايه المكوى يا باشر المكوى اه ايه يعني انت هوه مني هوه هائه يا باشر دار يقدم فارف البيت دخل فنون تلوة بس الزار دخلي هضر ولا رمزي عرفنا الفارفين امسكوا ألا بسرعة بسرعة دولة بسرعة بسرعة يقول يا باشا بريستيجي يا باشا